تفاوت تأثير أزمة الطاقة على بلدان المغرب العربي فالجزائر التي تنتج نحو 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بدأت تخطط لمد أنبوب باتجاه أوروبا في وقت عرضت تحديد سقف لسعر الغاز وكثفت دول الأوروبية مساعي الحصول على مزيد من الغاز الجزائري بنحو 10 مليار متر مكعب وأعلنت شركة سونتراك بدأ عمل حقلين جديدين ضمن اتفاق مع شركة إيني الإيطالية لتصدير الغاز إلى إيطاليا وإسبانيا كما حفرت الشركة آبارا للنفط ووقعت اتفاقيات للاستكشاف أما ليبيا المالكة لأكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في إفريقيا واحتياطي غاز بنحو 55 تريليون قدم مكعبة فكانت محط اهتمام دول عدة من بينها الولايات المتحدة التي اقترحت وضع آلية لإدارة عائدات النفط الليبي وعاد العمل في حقول عدة ليتجاوز الانتاج الكلي مليونا ومئتي برميل مع وضع خطة لزيادته إلى مليوني برميل ووقعت شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط اتفاقا لتطوير حقلي غاز بنحو ثمانية مليارات دولار في المملكة المغربية عانى الاقتصاد من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لأن الواردات من النفط والغاز والفحم تستهلك نحو 6.5% من الناتج الداخلي الخام ووقعت غباط اتفاقا مع موريتانيا والسنغال تمهيدا لمد خط للغاز من نيجيريا وتفاهمت مع بريطانيا بشأن الطاقة المتجددة لتشييد أطول خط كهرباء في العالم كما وقعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة شهدت موريتانيا أزمة حادة في امدادات المشتقات النفطية لكنها أعلنت بدء انتاج الغاز نهاية هذا العام من حقلها المشترك مع السنغال باحتياطات تفوق 450 مليار متر مكعب كما وقعت اتفاقا مع بريتش بيتروليوم لاستكشاف حقل غاز ثاني باحتياطات تبلغ 80 تريليون قدم مكعبة وبذلك يصبح لديها نحو 10% من احتياطات الغاز الإفريقية كما وقعت اتفاقا مع شركة شيل لاستكشاف الحوض الساحلي أما تونس فسجلت عجزا في الطاقة بسبب تراجع الانتاج الداخلي من النفط وصادقت الحكومة على مشروعات للطاقة النظيفة بقيمة نحو 400 مليون دولار وكثفت باحثاتها مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات لتحقيق طموحها المتمثل ببلوغ مساهمة الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء 30% في أفق 2030 ترجمة نانسي قنقر